في ردود الأفعال الدولية أيضا حول مقتل قذاف يعتبر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون أن لدى الليبيين اليوم فرصة أكبر لبناء ليبيا جديدة ديمقراطية وقوية جاء ذلك بعد أن تم التأكد من خبر مقتل العقيد الليبي معمار القذافي في مسقط رأسه في مدينة السرط لدى سكان ليبيا اليوم فرصة أكبر بعد خبر مقتل القذافي لديهم فرصة لأن يبنوا مستقبلا قويا وديمقراطيا أنا فخور بالدور الذي أدته بريطانيا لمساعدة الليبيين بإنجاز ما توصلوا إليه الرئيس الروسي دمتري مدفيدف عبر عن رغبته بأن يحل السلام في ليبيا بعد مقتل القذافي داعي انقادة ليبيا الجدد وممثلي القبائل للتوصل إلى صيغة مشتركة تحول ليبيا إلى دولة ديمقراطية وحديثة أريد القول أننا نأمل بأن يحل السلام على ليبيا وأن يتمكن من يحكم ليبيا الآن وممثلوا القبائل الليبية كافة من التوصل إلى اتفاق نهائي حول تركيبة السلطة كي تكون ليبيا دولة حديثة وديمقراطية معنا في الستوديو الناشط الليبي ناصر بوزخار ناصر يعني الحديث يعني أريد أن أكمل هذه الفقرة بالاستمرار بالحديث عن ما جرى دكتور رفعة يعتبر أنه كان عملية تصفي جريمة يعاقب عليها القانون ربما تكون قوات النيتو قامت بها ماركو منذ قليل قال أن الموضوع ليس كذلك أن القذافي كان هدفا شرعيا لقوات النيتو لأنه كان مسؤول عن المنظومة الحاكمة وعن الآلة العسكرية الحاكمة في طرابلس برأيك أنت هل فعلا كان يجب قتل القذافي وهل هناك أحد سيتحمل المسؤولية عما جرى اليوم فقط قبل أن أجيب على السؤال هذا أنا كنت على اتصال مع الأهل في ليبيا وبيقولوا أنه يعني في طرابلس بيقولوا أنه يعني ممكن أغلب سكان طرابلس الآن في الشوارع يعني محتفلين أعتقد أن بالنسبة لليبيين موضوع مقتل القذافي بالنسبة لهم يعني انتهى وأن هذه الصفحة قد طويت الآن الماضية أما فيما يتعلق بالنسبة لسؤالك أذكر أنه في أحد الخطابات الجدافي كان في شهر ثلاثة أعتقد كان بيطلع وعلى التلفزيون في تلك الفترة اللي كان بيقصف جبل نفوسة والزاوية ومصراتها كان بيقول أنه يعني وكانوا ألاف من الليبيين قد قتلوا وكان بيقول أنها يعني عدد القتلى ممكن ميتين أو ميتين ومعهم فكان يعني يستهين بالقتل الليبيين أعتقد بالنسبة الآن للليبيين يعني الموضوع لا يهمهم كثيرا ولكن من ناحية إذا كان فيه أمر قانوني أنا لست بشخص قانوني ولكن إذا كان فيه إجراءات قانونية يعني بيتم متابعتها فأعتقد أن الليبيين يعني حيرحبوا بأي إجراءة قانوني لأن الليبيين الآن يسعوا إلى بناء دولة يكون فيها القانون يأخذ مجراه والكل تحت القانون أعتقد أن هذا مهم والمهم أكثر الآن هو أن يبدأوا الليبيين في فتح صفحة جديدة موضوع المصالحة يهم كل الليبي يجب طوي الصفحة الماضي يجب الآن النظر إلى الأمام لبناء ليبيا لبناء المؤسسات لبناء البنية التحتية التي تم تدميرها خلال الثمانية أشهر الماضية أعتقد أن هذا مهم يجب أن يتم بناء ليبيا على كافة المستويات على المستوى الإعادة بناء ليبيا وتطوير ليبيا على كافة المستويات المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وكذلك المستوى السياسي من خلال فتح المجال لحرية تشكيل الأحزاب وكذلك على المستوى التقافي بحيث أن يتم إعادة كتادي أهملها القدافي ليبيا هذا البلد العظيم الذي مليء بما هو جميل من فنون ومن تقافة ومن موسيقى هذا البلد الذي كان فيها مقولة ماتورة عليه وهي أن من ليبيا يأتي الجديد يعني ليبيا هذا البلد المعطى أعتقد أنه الآن آت أو جاء الدور بالنسبة للليبيين أن ينسوا الحقبة الماضية هذه بكل همومها ولكن يجب أن تكون في نفس الوقت كدرس بالنسبة لهم بحيث أنه الآن يجب علينا أن نأخذ موضوع المصالحة بشكل جدي بدون إهمال حق الذين قتلوا في هذه الحرب يعني كيف تتحدث؟ يعني أشعر أن هناك تناقض في الكلام يعني أنت تتحدث أنه يجب أن نأخذ موضوع المصالحة بشكل جدي وفي نفس الوقت تقول أنه لا أحد في ليبيا يكترت لمقتل القذافي هناك نوع من التشفي هناك نوع من الشماتة والفرحة بموت القذافي يعني كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ إذا كنتم جدون في المصالحة يعني على الأقل أولا إكرام المي يدفنوا والواجب الترحم عليه وليس الشماتة فيه يعني إذا كنتم جدون في عملية مصالح أعلم أن المشاعر الآن جياشة والمشاعر مستفزة كثيرا ولكن إذا أراد المجلس انتقالي والأولي الأمر الآن في ليبيا أن يؤسسوا لمرحلة بشكل صحيح أليس عليهم الآن تقديم الاحترام لهذه الجثة الموجودة الآن الملقاط في أرض مصراطة؟ هناك أكثر من خمسين ألف جدة يعني أكثر من خمسين ألف ليبيا تم قتله طيب لا تتحدثوا عن مصالحة لا لا أنا أردا على سؤالك يعني فيما يتعلق باحترام الجثة هناك ليس فقط جثة واحدة في ليبيا هناك أكثر من خمسين ألف هذا ما تم تعداده الآن فبالتالي الليبيون يعني في فترة 18 الماضية يعني كانوا بيشبحوا الدماء بشكل واضح من أبناء ليبيا فالفترة هذه يعني شمت تتوقع شعورهم من أو اتجاه شخص قتل منهم عشرات الآلاف يعني هذا من يعني حتى إحنا لازم نرحم هذا الشعب أفهم هذه النقطة ولكن أنت أيضا تتحدث عن مصالحة وتتحدث عن التركيز يعني عملية مصالحة مع من؟ لا أنا عندما تحدث عن المصالحة أقصد المصالحة ما بين كافة شرائح المجتمع الليبي هذا ما أقصده ربما أنا وليس معصار القدافي يعني أنا أعتقد أن تقول أن هناك ستتم مصالحة بين السوار بين مناصري المجلس وبين من هم حتى الآن يناصرون القدافي هذا ما أعتقدته إذا كان هناك من يناصره ومن هو ما أعتقد أن اتجاهات القدافي اللي كان ينظر بها يعني خلال فترة 42 سنة الماضية أو الأسلوب الذي كان يحكم به القدافي أنه هو الأسلوب صحيح هذا يعني بشكل سلمي فهذا لا أعتقد أنه فيه إشكالية فيها مسألة المصالحة ولكن عندما يصل الأمر إلى المساهمة والتعاون مع القدافي في قتل الليبيين هذا يجب أن يحاكموا للناس هذا وكذلك الناس اللي طبعاً اختلست أموال الشعب الليبي فالمصالحة يعني يجب أن يتم إدارتها بأسلوب حضاري وأن يساهم فيها الليبيين وأنت ليبي وأنت تعرف في تركيبة المجتمع الليبي الآن سمعنا تركيز كثير من زعماء العالم ومن ليبيين وأنت منهم على موضوع المصالحة مع من يجب أن يتصالح الآن المجلس الانتقالي؟ هو ليس تصالح المجلس الانتقالي مع من هي المسألة في تصالح الليبيين فيما بينهم في من كان ربما يعتقد أن القدافي كان يعمل معه هناك لا ننسى أن هناك أعضاء الآن في المكتب التنفيذي وكذلك حتى في المجلس الانتقالي هم من كانوا يشتغلوا مع القدافي يعني خلال فترة السنوات الماضية فكون أن أحد اشتغل مع القدافي أو كان يعتقد أن القدافي على صح في مسألة تعامله في إدارة حكم ليبيا فهذا لا بأس يعني ربما بالإمكان أن يتم التصالح فيما بين الليبيين كلهم من كان مع القدافي من ناحية هل تعتقد أن ذلك ممكن فعلا؟ هناك تجارب ناجحة مثلا في جنوب أفريقيا تمت المصالحة وكانت تجربة ناجحة أعتقد أن ما فيش بأس ناخذ هذه التجربة كمثال ولكن كما وضحت المصالحة لا تعني أن الليبيين ينسوا من قام بقتلهم لأننا لا نتحدد عن مئات من القتلى أو عشرات نحن نتحدد عن عشرات الألاف من القتلى وهؤلاء الناس طبعا من قتل لهم أهلهم ودويهم من حقهم أن يطالبوا بمحاكمة من تسبب في قتل دويهم فلا أعتقد أن الأمر سيكون شكرا لك نعم ناصر مزخر شكرا جزيلا لك